لكل بداية نهاية ولكل قطار لابد له من مخطة نهاية ولكل قصة رواية فقد بلغ السيل الزباء وارتبت طرابلس والمنطقة الغربية من الظلم والاستبداد فلابد لسواد الليل ان ينجلي ولابد لشمس الحق ان تشرق من جديد وها قد استيقظت طرابلس لتخلع من عليها ذلك المعطف الذي ذاقت بسببه الامرين فبعد سنوات عجاف مرت بها عاصمتنا المحتلة وبسبب تلك السنوات تنسى السراج ومن على شكلته بان ارتفاع الظالم في ظلمه لا يعني اهمال الله له فكلما زاد الارتفاع قد كان السقوط مرعبا وتجددت المظاهرات الشعبية الرافضات لحكم البليشيات وفساد سلطة السخيرات في طرابلس ومدن المنطقة الغربية وشهود عيان افادوا بتجدد المظاهرات في عدد من المناطق والاحياء بطرابلس رغم تهديدات المرتزقة والميليشيات واطلاق النار على المتظاهرين المتظاهرون رددوا شعارات مطالبة باطلاق سراح بعض زملائهم الذين تظهروا بالامس والتي بدورها قامت الميليشيات باسرهم وقمعهم وكما جدد المتظاهرون مطالبهم المشروعة بتحسين الاوضاع المعيشية وان يتقاضوا مرتباتهم بالدولار مثل المرتزقة الموالين للسراج وندد المتظاهرون بجلب حكومة السخيرات للمرتزقة والجنود الاتراك مطالبين باخراجهم من البلاد فورا لما عاثت به تلك المجموعات الارهابية من فساد وعبث في ممتلكات المواطنين وكما زادت ميليشيات السخيرات من حملات الاعتقال ومطاردة الناشطين والمواطنين وكل من شارك او دعا للمشاركة في التظاهرات ضد الفساد ونهب المال العام واهدار مليارات الدولارات على المرتزقة والغزاة الاتراك المظاهرات الحاشدة انطلقت من الزاوية ولتسمع صيحاتها في طرابلس وتستفيق مصراتا وتنهد غريان وتتظاهر صبراتا وجموع المنطقة الغربية قد خرجت لتقول كلمة الحق فلا بد من ليبيا وان طال النضال